هنروح لسوبر سيدات السلة والجمعة اللي جاية إن شاء الله عندنا مباراة مهمة مع البنك الأهلي لسه بنقول البنك الأهلي هو في خبر الأول والخبر الثاني معنا البنك الأهلي فيه سيدات كرة السلة الجولة الحداشرة ده هيكون في الجولة الحداشرة في الدور الترتيب للسلة تعرفين طبعا فيه 8 فرق دي رابع مباراة في الدور الثاني العودة يعني الماتش هيكون على صارة المؤولين العرب هيكون الساعة 6 مساء يوم الجمعة بإذن الله طبعا فريتنا ما كانتش لعبة في الجولة اللي فاتت عشان كان مفروض هتلاعب نادي الزمالك وبعد كده انسحب فطبعا التمانية اللي فوق هما ما بقوش تمانية هما بقوا سبعة بعد انسحاب نادي الزمالك فريتنا دلوقتي في وصفة الترتيب برصيد 18 نقطة جمعناهم من 9 جولات بس خلي بالكو احنا في الوصفة اه بس متأخر لنا ماتش يعني في حالة فوزنا هنتصدر الترتيب طب ليه لان احنا مباراتنا مع سبورتينج كسبناه فاحنا كده يعني الحمد لله رب العالمين ماشيين بشكل جيد بيقود الفريق طبعا كابتن طريق خيري الفرق ماشي بشكل جيد سوبر المصري فوزنا به بطولة المنطقة ايضا فوزنا بيها يتبقى الدوري والسوبر السنة دي ان شاء الله دوري السوبر والكاس لهذا الفريق وبعد كده من السنة الجاية هيبتدي الفريق ان شاء الله يشارك في البطولات الافريقية ان شاء الله بعد الفوز السنة دي بالدوري وليبقى حامل لقب اسوة بنادي سبورتينج اللي شارك في افريقيا هذا الموسم كبطل لمصر الموسم الماضي وفاز ببطولة افريقيا كاول فريق مصري يفوز ببطولة افريقيا في التاريخ